ابيض. لو دماغتنا الريد والجرين والبلو مع بعض بيحصل لون الابيض نحن بنشوف اللون الابيض. طيب لو ما حصلش الاعكاس خالص بنشوف اللون الاسود. طيب الرسمة دي اللي احنا متعودين عليها. بس انا ليه وجدت نزعة طانية خالص. انا بحبي الشكل ده. ده عشان نفهم يعني ايه? ارجي بي. وعشان وعنى اول حاجة الالوان ريد جرين بلو. لو انا حطيت الريد مع الجرين بشوف قدوم الريد في سيان قدوم الجرين في ماجنتا لو دماغت الريد مع الجرين بشوف اللون اللي مش قدامهم. اللون المتناقض في الصف اللي احنا لا نعمله ده. فالار والجي لو تسقطوا مع بعض بيديني رؤية اللون اليلو. لو الجرين والبلو تسقطوا مع بعض بيديني اللون السيان. لو الريد والبلو. الاتنين دول مع بعض. تسقطوا مع بعض يديني اللون الماجنتا. شايفين ما فيش هنا حاجة اسمها بلاك. ليه ما فيش بلاك نين? ما فيش اصلا لون اسم بلاك. لو انا دماغت السيان والماجنتا. هيديني السيان قدامه ريد. ماجنتا قدامه جرين. يبقى انا دماغت السيان وماجنتا هيديني اللون اللي مش قدامهم. سيان وماجنتا يديني اللون البلو. ماجنتا واليالو يديني اللون اللي مش موجود قدامهم. اللي هو الرد. البلاك ايه هو البلاك? البلاك دي عبر عن سيان وماجينتا ويالو هندد برسنت هندد برسنت هندد برسنت يديني اللون البلاك. اساسا هو سي ام واي بي اللي هو بلاك. بس عشان ما حصلش مشكلة ما بين البلاك بتاع البي بتاعت البلاك وبي بتاعت البلو. خلوها سي ام واي كي. طيب. ليه عاملوا كي? دلوقتي انا وانا طبعت سيان ماجينتا يالو. هيديني اللون اسويت زي الفل? طيب هل كل محبة هيديني نفس درجة اللون? لا. يعتمد على درجة درجة الالوان الصورة الموجودة. اه قوة وخفية اللون نفسه. اللون نفسه مش استيبل. غير كده بقى بقى عندي سيان وماجينتا واليالو. مية سيان زائد مية ماجينتا زائد مية يالو. مجموعهم تلتمية. هنتكلم بعد كده حاجة اسمها تي اي سي. اللي هو مجموعة الالوان اللي تنزل فوق بعضيها. مفروض اقصى لون بينزل عندي ميتين تمانية وتمانين او تلتمية. طيب. اعمل ايه عشان ما خليش الحبر يبقى زيادة قوي على الوراق بتاعي. فعملوا حاجة اسمها اللي هو استعادة اللون او الرماضي. ده الاستدل ده هيحصل ازاي? ان هو يشيل النسب اللي انا مش عايزها في والدوت بتاعها بلاك اخلي بلاك ده بيديني في الشغل لو الانك بتاعي لو انا بعمل او حاجة بيقى واضح جدا انه هو اسود وبسيط. ما بيدينيش ما بيدينيش اي مشاكل في الطبعات. غير كده الصورة نفسها انا اي لون احب افتح او اغمى الصورة ازودها من البلاك. ان انا لما اشتغل بس اول ما اتحق يعني لو لو مثلا اخدنا وش بني ادم مسلا. الوش بان لو زاد الاحمر شوية باز الشغل. بس لو ما فيش بلاك هتلاقي عندي مسلا الرموش والحواجب والشعر بازو. يبقى انا كان لازم يكون عندي لون بلاك لوحده بحيس يبقى انا عندي وينزل بلاك اوفر فيهم او او النسب اا متخلب طيب يعني انا النهاردة لو حصل عندي البلايت سيان او الزينك سيان عشان اشوفه لازم يكون نازل ضوء الاخضر والازرق عشان اشوف البلايت السيان. فهي دي الفكرة بحيس ان انا اشوف الفايل بتاعي سي ام واي كي. طيب هل الالوان بتنزل فوق بعض? يعني هل السيان بتنزل فوق الماجنتا بتنزل فوق العشان يديني الصور بتاعتي? لا. ده الشكل او الزوايا اللي بينزل بيها الفايل بتاعنا. سيان ماجنتا ييلو بلاك. زوايا مختلفة لما بيحصل يعني لو احنا بصينا الفايل بشكل اا تكبير جدا هتلاقي عبارة عن نقط. النقط دي لما ينزل اللون السيان بزاوية خمستاشر ييجي اللون الماجنتا يعب الفراغات الموودة فينزل يكمل الصورة لون بزاوية خمسة وسبعين. والييلو بيكمل الفراغات اللي نزلت ما بين السيان والماجنتا يكملها بالييلو بزاوية زيرو او تسعين نفس الزاوية هي هيها. والبلاك بينزل بالزاوية خمسة واربعين. ايه فكرة الزاوية? الحبر لما بينزل على الورق بيعمل نوع من انواع الترانفور. لو انا نزلت حبر ونزل فوقيه نقطة تانية هل النقطة يعني مسلا طبعا اول لون السيان مسلا. طب السيان كان مقومه تحته بينه بينه بين الورق صفر. لو طبعت ماجنتا وفوق نفس النقطة طبعت السيان وفوق نفس النقطة عايزبع ماجنتا. طب انا عندي دلوقتي ماجنتا بقى تحتيها سيان وتحتيها ورق. يبقى انا عندي مقاومة اللي هو مقاومة الانك. دلوقتي عندي اللي هو الليكود نفسه. ودرجة التشبع. اول ما ينزل الماجنتا عليه في نفس النقطة هيحصل نوع من من التنافر. فمش هيديك اللون مزبوط. غير كده الجفاف هيبقى الجفاف صعب جدا. طيب فيه غير سيم وايكين. عندي حاجة اسمها بانتون كالر. بانتون كالر دي الالوان الخاصة. اللي بتنزل آآ في الشغل. بتكون عبارة عن آآ تضاريب احبار. وبينزل سولد. يعني غالبا بينزل سولد مش سكرينات. مش عبارة عن آآ مجموعة سكرينات نازلة فوق بعض. او نازلة متخللة بينها ومن بعض عشان يديك درجة اللون. لا ده هو بيكون ميكس انك. برد الطباعة. وبعد كده ينزل على المبوع بتاعتنا. طيب. برضو بيكون ليه تطريبة الوان. انا عندي عبارة عن اربعتاشر لون اساسي. دي الاحبار الموجودة عندي. ويبتدي يدرب منها الالوان بتاعته عشان يطلع باللون اللي انا عايز يطلع بالبانطوم. يعني مش بيدرب سيان ماجين تايلو بلاك. لا هو بيدرب مسلا الاصفر. مع البينك. بيدرب مسلا الاخضر مع الريد. اي لونين او اي تلاتة الوان اربع الوان خمسة الوان. يبتدي يدربهم. آآ برا على المكانة. ويحب يغمأ بيحط اسود. ولما يحب يفتح عنده حاجتين. يا اما بيحط حبر شفاف. بيديك آآ نعومة. آآ او تحط حبر ابيض عشان يديك بياض او يفتح اللون بتاعنا. ده ببساطة الالوان بتاعتنا سيان ماجين تايلو بلاك. وعندي البنتون كالر. البنتون كالر فيه الوان خاصة. بتفرق مع الورق بتاعي برضو. يعني مسلا انا لو عندي ورق آآ آآ وفي عندي ورق كوتت. انكوتت لو شبه الوودفري او شبه البرستور او اي ورق عنده نسبة تشرب الاحبار عليها. فتلاقي في احبار مخصوصة للانكوتت. واحبار مخصوصة للكوتت. الكوتت برضو عندي منه مطفي ولمية. يبقى انا احبار لوحده. واحبار اللي هو انكوتد بيقولوا عليها اا يو. هو عندي اللي هو اي بانتون يولي البانتون يو. انكوتد. والالوان اللميعي تقول عليها كوتد بس. بتحطي عليها بانتون سي. والالوان اللي هو اللي هو حضبه على ورق مطفي تقول عليه م مات. ورق مات بيبر. طيب. بالنسبة للجولد والميتاليك والااا سيلفر. دي هي عبارة عن احبار بس مضاف عليها احبار معدنية. بحيس نهاية تدي اللون شاينينج. مثلا الجولد بيكون في نسبة من الجولد. والسيلفر برضو في نسبة من. عشان كده تلاقي فيه اا حبر معدني. عشان كده بيديك اللمعة اللي مش موجودة في اي نوع حبر تاني. طيب. دلوقتي لو عايزين نتكلم. عالمونتاج نفسه. يعني بما سيعمل فصل الوان لازم تعرف يعني مونتاج. طيب دلوقتي انا عندي ملف. فلاير. فانا اول حاجة بشيك عالملف بتاعي ان هو في بليد. يعني ادي المئاس بتاعي. واحد وعشرين سبعة اللي هو ستاندرد اي فور. وده الفايل واخد نص من جميع الجهات.